في فينزويلا عضو في المجلس الانتخابي يكشف ما حصل في انتخابات الرئاسة خوان كارلوس ديلبينو هو واحد من خمسة أعضاء رئيسيين في المجلس الانتخابي الوطني وشخص الوحيد الذي أبدى قبل التصويت استعدده لمخالفة رغبات حكومة مادورو الرجل بات أمل المعارضة ولم يظهر ديلبينو علنا منذ انتخابات الثامن والعشرين من يوليوز ولم يتحدث أو يكتب أي شيء على الإطلاق لكنه خرج برسالة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تفاصيل العديد من المخالفات المزعومة قبل الانتخابات وفي يومها تخلى رجل ندعى خوان كارلوس ديلبينو وهو العضو الرئيسي في المجلس الانتخابي الوطني عن منصبه وسيتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور ديلبينو قال إن مراكز الاقتراع بطيئة في إعلان النتائج من آلات التصويت الآلية بينما تم نفي العديد من متطوعي المعارضة وفي البلاغ المنشور على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس وصف ديلبينو المخالفات طوال العملية الانتخابية وفي يوم الانتخابات وأثار إعلان فوز مادورو بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قمعت بوحشية وقتل في التظاهرات 27 شخصا وأصيب 192 بجروح فيما اعتقل 2400 شخص وفق مصادر رسمية وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرسنة إلكترونية وهو ما شككت فيه المعارضة وعدد من المراقبين في المقابل تقول المعارضة إن مرشحها جونزاليس أورتيغا هو من حاز العدد الأكبر من الأصوات ترجمة نانسي قنقر